أغلب المدن في محافظة الأنبار التي تنتشر فيها بساتين النخيل يحرص المزارعون على اقتطاف الأصناف التي تنضج مبكرا في شهر آب فغالبا ما تباع هذه الأصناف بسعر أفضل في مناطق شمالية الرمادي بدأ أصحاب بساتين النخيل جني محاصيلهم لكنهم يتحدثون عن مشاكل تتسبب بتراجع أرباحهم عندنا هي كم نوع هي موجودة في محافظة الأنبار مو أنواع يعني كثيرة هي مثل الزاهدي عندنا عندنا الخستاوي نسميه الحمراوي البرحي أكو أنواع هذه أكو نوعية من هذا الأنواع نقول أحنا عدة طريقتنا أحنا هي تستوي بوقت يعني بوقت مبكر بالحرق هذه الفلاح يستوي يقتطفها وينزلها للسوق يبيعها يستفاد من عدة البساتين مالتنا لا مع بها أي محصول لأن كثرت فيها الأمراض قبل كانوا يكافحون في الطائرات يكافحون النخيل الآن لا والله لا موجود أي مكافحة فنطالب مدير زراعة الأنبار بأن يتهيئون للموسم المقبل أن يكافحون البساتين ويذهب مختصون بأن المشكلة لا تتعلق بأعداد النخيل فقط ولكن بمعدل إنتاج المتدني لأشجار النخيل نفسها إلى جانب غياب الأصناف الجيدة إضافة إلى الحروب المتتالية وعمليات تجريف البساتين وتمدد المدن على حساب المساحات الخضرة إحنا لو نأتي على السبب الرئيسي هو عدم الاهتمام وعدم الدعم هو سبب أو نتيجة لتراجع نمو المحاصيل الزراعية بالنسبة للنخيل الحقيقة الآن الحكومة أو مديريات الزراعة في جميع المحافظات بدأت عير أهمية قصوى لرعاية الفلاح وبالتالي الفلاح راح يرعى مزارعه ومن أهمها هي النخيل إحنا إذا نجي على مرحلة ثانية أن بعض المحافظات وبعض المدن بدأت تستقطب فسال النخيل لزراعتها في الطرق الخارجية هذا ما أدى إلى سبب آخر أيضا الفلاح راح يضحي بالنخيل والفسال النخيل حتى يجن من عندها ربح محصول وقتي ما فكر مستقبلا أو فكر على المدى البعيد أن هذه الفسال سوف تنمو وتشتهر بالجودة من ناحية النوعية ومن ناحية النضوج حروب هي سبب لكن مو الرئيسي أنه السبب الرئيسي هو الأهمال حقيقة حتى نكونوا راحين إحنا بالطرح ويشدد خبراء الزراع على أن زيادة إنتاجية النخلة الواحدة والحرص على جودة تصنيع وتسويق التمور المحلية ومنع دخول التمور الأجنبية عوامل ستعزز قطاع النخيل وتعيد العراق من جديد إلى صدارة الدول المنتجة للتمور من جزيرة الرمادي أحمد الحمداني قناة التغيير